أعزائي أفسوس كانت تشتهر بالمعابد الكثيرة منها معبد أرطميس اللي كان يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع قديما كان بيتشكل من أعمدة كثيرة كانت تعتبر أو يعتبر تحفي فنية في الهندسة والمعمار ويقولوا أن أرطميس إلهة أفسوس أي إلهة الخصوبة نزلت أو هبطت من السماء تعتبر بنت إله الآلهة الهزوس بحسب الميثولوجيا اليوناني وهي أخت أبولو لكن هنا تحمل الخصوبة في عدة أثداء فكانوا بعبدوها وبيصنعوا الثمثيل فبيقول هذه الأعمال أعمال ظلمة ذكرها قبيح وبيتكلم عن الزنا وبيتكلم عن الطمع الذي هو عبادة الأوثان فكانت بلد غنية وتشتهر بالتجارة ففي أعمال ظلمة كثيرة كان في أماكن مخصوص للدعارة بنات يكرسن أنفسهن للدعارة والزنا فيقول الرسول فلا يسمى حتى ما تخليش هذا الشيء على لسانك ولا تتكلم فيه فيقول لا تشترك في أعمال الظلمة إذا الناس بتعمل شيء خطأ ما تشتركش فيه ما تشوف نفس الرسالة شبيهة إلى روميا إصحاح 13 عندما يقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصا الآن أقرب من مكان حين أمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر